بعد التجربة الناشحة لحمد الهوني مع التارجي يبدو أن يأتي المقدم تتجاه لإحادة التجربة مع السوق الليبية مع الجوهر الصعدة زكارية الهريش نجم فريقه لترابنس الليبي والصحب 22 ربيع المع اسمه بشكل بارز مع فريقه وكانت له عديدة تجارب مع كل من اتحاد طنجة في المغرب وشباب قسنطينة في الجزائر يشغل اللاعب مركز الجناح الهجومي دولي مع منتخب بلاده منذ سنة 2017 الهريش ورغم صغر سنه إلى أنه يتميز بخصال فنية عالية جعلته من اللاعبين البارزين على السحر تبلغ القيمة التسويقية للعب حسب موقعه ترونسفير ماركت حوالي 150 الفورو فهل يكون زكريا الهريش ثاني ليبي بتشكيلة الدرجي بعد نجم الفريق الأول حمده لهم موضوع للمتاب هكذا نكون وكملنا حلقة اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة إلى اللقاء في موعد رياضي أخر والصلاة والسلام على رسول الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة